محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله الله أكبر الله لا إله إلا الله رب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن 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 بسم الله الرحمن الرحمن إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فقد تناولنا في هذا الشهر الكريم أفعال وصفات إنسانية تتعلق بتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة وذكرنا في هذه المسيرة المباركة وهذه الرحلة التي تستغرق عمرنا كله نتوقف في هذه المحطات الرمضانية نتزود فيها بالوقود الإيماني والوقود العلمي حتى نستطيع أن نتجه إلى ما نريد وحتى نضبط هذه البصلة الإيمانية والقلبية وهذه البصلة العقلية حتى يكون هدفنا خالصا لله سبحانه وتعالى وحتى تكون أعمالنا صالحة حسب كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيكون دعاؤنا حينما ندعو في هذا الشهر الكريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يكون هذا الدعاء له عمل تطبيقي تخطيط أنت تخطط كيف تذهب إلى جنة ربك لا نحقق أمانينا فقط بالدعاء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الأمر ليس بالأماني والأماني في اللغة هي ما لا تستطيع أن تحققه هناك فرق بين الأمل والأمنية الأمل هي ما تريده وتستطيع أن تحققه أما الأمنية فيما لا تستطيع أن تحققه حتى نصل إلى هذه المرتبة العظيمة في جنة ربنا سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذكرنا موضوع الصلاح والإصلاح وأهمية الصلاح والإصلاح في حياة الإنسان المسلم وقلنا إن شاء الله أن هذا الشهر المبارك تكون بداية خير لنا إن شاء الله على مستوى الفردي وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى الأمة أن تصلح نفسك وأن تصلح أسرتك وأهلك وأن تصلح أمتك ونبدأ بهذه الأمة الصغيرة حيث نعيش في هذه البلدة الطيبة إن شاء الله كنا قد تكلمنا في موضوع الصلاح عن الأوامر ماذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نفعل وكيف 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 اليوم أحب أن أبشركم وأبشر نفسي بثواب الصالحين أهمية هذا الصلاح لما نتتبع الآيات القرآنية نجد بشرة جميلة أن الآيات التي تعلقت باسم الصالحين والمصلحين لها ارتباط رائع بالأنبياء فهذا هو إبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم يخبرنا عنه ويقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين شوف هذا المقام العظيم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم سيكون مع الصالحين يوم القيمة ثم يبشره القرآن بصلاح ذريته أنت حينما تكون صالحا الله سبحانه وتعالى يصلح ذريتك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين حينما نفهم العكس أن يكون صالحا من الأنبياء ولكن سبحان الله الأنبياء يكونوا في ظمرة الصالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين هذا الصلاح تعد الابن إلى الحفيد أن الله سبحانه وتعالى وهب يعقوب حفيدا صالحا وهب إبراهيم حفيدا صالحا وهو يعقوب ومدح القرآن نوحا ولوطا بأنهما كان عبدين صالحين ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين وهذا زكريا قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هذا الاب الذي أخذ كل وقته في التعبد الله سبحانه وتعالى قائم يصلي بارك الله سبحانه وتعالى له ورزقه ذري صالحة وجعل من ذريته يحيا نبيا من الصالحين بل مريم العذراء البتول عليها السلام حينما فعلت نفس الشيء جاءتها الملائكة تبشرها بعيسى ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين بل يمدح القرآن الأنبياء كلهم وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين حتى نشعر بهذه الأهمية العظيم العملية الصلاح والإصلاح أن نكون في زمرة الصالحين والمصلحين وفي سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء علق القرآن بقوله وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين أي أن دخوله رحمة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالصلاح بل مدح القرآن الأمم السابقة أم قائمة من أهل الكتاب كما ذكرها القرآن ليسوا سواء هذا من باب العدل نحن أحيانا نصبغ الناس كلهم بصبغة واحدة نحكم حكم عام الحكم العام أن كل المصريين كذا كذا كل السوريين كذا كذا كل الهنود كذا كذا كل الكنديين كذا كذا كل أهل الكتاب كذا كذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا الإنصاف ليسوا سواء هذه من القواعد المهمة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسيدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ثم يعلق ربنا وأولئك من الصالحين بل كان دعاء الكثير من الأنبياء أن يكونوا من الصالحين يعني الله سبحانه وتعالى وصفهم بالصلاح ماذا كان دعاء الأنبياء وهذا أمر شائع في جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم هذا إبراهيم يحاجج قومه ويجادلهم ويدعوهم ثم يبسط حجته صلى الله عليه وسلم ويقيم حجته ثم يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم أبونا إبراهيم هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم والذي دائما أذكرنا أن نحن حينما نصلي ونقرأ التشهد نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذا المقام العظيم صلى الله عليه وسلم وأنا دائما أذكر نفسي وأخوتي بأن تنشئ هذه العلاقة حينما تقول إبراهيم تقول أبي إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هذا الشعور والحب بيننا وبين إبراهيم حتى أن في اللغة القديمة الأرمية يقولون أن إبراهيم أصلها أب رحيم إبراهيم لها أصل أب رحيم فهو يعني الآيات يعني ذكرنا أمثلة كثيرة من إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبينا صلى الله عليه وسلم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين انظروا أدب إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني هو ينسب الخلق لله سبحانه وتعالى والهداية لله سبحانه وتعالى والإطعام لله والسقاية ثم لم ينسب المرض من الله سبحانه وتعالى وقال وإذا مردت لم يقل ويمرضني يعني يجوز كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى ولكن أدب إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الأدب الرفيع قال وإذا مردت ثم نسب الشفاء عاد مرة أخرى ونسب الشفاء الله سبحانه وتعالى فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صلى الله عليه وسلم وهذا يوسف هذا النبي العظيم الذي أنجاه الله من كيد إخوته ونجاه من العبودية ونجاه من امرأة فرعون من امرأة العزيز وأخرجه من السجن ثم جعله على خزائن الأرض ورد عليه أباه وتاب على إخوته كل هذه النعم وهذه المنح الربانية يعلق القرآن على لسان يوسف صلى الله عليه وسلم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يعني بعد كل هذا هذا الملك العظيم وهذا الفضل العظيم يسأل يوسف عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أن يلحقه بالصالحين وهذا سليمان صلى الله عليه وسلم الذي آته الله ملكا لا ينبغي لأحدا من بعده وسخر له الريح وعلمه منطق الطير بل وأسمعه صوت النملة يقول لما سمع صوت النملة فتبسم صلى الله عليه وسلم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا يعني بعد كل هذه الأعمال يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين إنسان يتعجب بعد كل هذا الفضل وهذا الملك العظيم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بالصالحين وهؤلاء الصالحون من القصيسين والرهبان الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته وكثير من قصص البني إسرائيل نماذج رائع ذكرها النبي عليه وسلم في أكثر من مرة كان في من كان قبلكم ثم يذكر أمثلة كثيرة هذا أيضا من باب الإنصاف يقول ربنا سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قصيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا هذه الصفات مهمة في الصلاح يعني لا يستكبر عندما يأتي الحق يتبعه ويقوم بالصلاح ويقوم بالإصلاح مدام الحق فالصلاح إنسان دائما مرتبط بالحق يعود دائما للحق ويخطئ قد يخطئ الإنسان ولكنه دائما يعود إلى الحق والصلاح والصواب وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين كل هذه الأدعية كل هذه الأوصاف مرتبطة بأناس سواء كانوا من مرتبة الأنبياء أعلى مرتبة في البشر أو الصالحين والعباد والزهاد الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى أما ثواب الصالحين فحدثوا لا حرج الله سبحانه وتعالى وعد الصالحين في كل زمان وفي كل مكان بأمور وببشرى عظيمة يقول ربنا سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين ويدافع عنهم تخيل أن بمجرد أن تكون صالحا يتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذا أمر في منتهى الأهمية نحن نشعر بالضعف في هذا الوقت وفي هذا الزمان طيب إذا أردنا أن نكون في ولاية الله سبحانه وتعالى أن يكون وليك الله سبحانه وتعالى فكل ما مطلوب منك أن تكون من الصالحين بل وشملتهم الرحمة الإلهية كما ذكرنا من قبل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين من منا لا يريد أن يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى هذه الأمور ستأتي كنتائج وكثواب لمن يقوم بعملية الإصلاح بل وهم في معية الأنبياء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفق هؤلاء الأصناف الأربعة النبيين والصدقين والشهداء الله سبحانه وتعالى جعل معهم الصالحين أنا وأنت لا تحتاج أن تكون نبيا ولا أن تكون صديقا ولا أن تكون شهيدا سبيلا كل ما مطلوب منك أن تقوم بالصلاح أن تصلح نفسك وتصلح أهلك وتصلح من حولك هذه العملية البسيطة السهلة الميسرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني كل مفصل عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة كل هذه أعمال بسيطة تأتي إلى المسجد تساعد الناس تعين المحتاج تتصدق كل هذه الأمور البسيطة تجعلك من الصالحين مما يحقق لك هذا الفضل العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ثم أكد الله صلى الله عليه وسلم على المغفرة للصالحين ووصفهم بالأوابين ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أولا الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في نفسك فالله صلى الله عليه وسلم أحيانا الإنسان لا يحتاج إلى كثير العمل ولكن صلاح النفس صلاح القلب النية كثير من الأعمال الصالحة تؤجر عليها قبل أن تفعلها وإن حيل بينك وبينها ستأخذ الأجر كاملا والأدل على ذلك كثيرا الأمر الثاني أن الله صلى الله عليه وسلم ضمن لك المغفرة فإنه كان للأوابين غفورا وأيضا القصة المشهورة في سورة الكهف هذا الغلام الجدار الذي ذهب العبد الصالح أو الخضر وموسى عليهما السلام حينما ذهب إلى هذه القرية التي أبت أن تطعمهما فوجد هذا الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا صلاح الأب جعل لذريته صلاحا ورزقا وحفظا ومالا وثروة من الله سبحانه وتعالى بل وسخر الله سبحانه وتعالى نبيين نبي أو رجل صالح أي أن كانت التفسيرات هذا العبد الصالح الذي كان معلما لموسى عليه السلام وموسى كليم الله سبحانه وتعالى أحد أولي العزب من الرسل سخرهما الله سبحانه وتعالى ليبني أو ليعيد بناء هذا الجدار لأن كان أبوهما صالحا فأراد أن يبلغ أشدهما أراد ربك سبحانه وتعالى أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك هذه الرحمة تنزلت على الذرية بسبب صلاح الأب وأورث الله سبحانه وتعالى الأرض لمن؟ للصالحين ولقد كتبنا في الزبوري من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادية الصالحون الصالحون هم من يريثون الأرض الناس في الدنيا تتنافس وتتقاتل وتصنع أسلحة وتقنية حديثة وكل هذا إلى زوال بضغطة زر واحد كل هذه الأمور تنتقلب رأسا على عقب والله سبحانه وتعالى يحدث أمور لما الإمام مالك أسألونه عن تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شاء قال أمور يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض أخر الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أن تقم بواجبك ما الواجب؟ أن تكون صالحا أن تكون عابدين الله سبحانه وتعالى وليس معنى هذا الدروشة أو لا نأخذ بالأسباب نحن مأمرون أن نأخذ بالأسباب ولكن لا تعتمد على الأسباب يعني أنت تأخذ بالأسباب بقدر استطاعتك ولكن في النهاية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله الذي يرمي الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي لكل الأحداث التي تحدث في حياة البشر ولذلك علينا أن نعتمد على الله ونتوكل على الله نأخذ بالأسباب ولكن لا نعبد الأسباب لا نتوكل على الأسباب ولكن نتوكل على الله سبحانه وتعالى رب الأسباب أما المصلحون كل هذه الآيات تعلقت بالصالحين الذين فيهم بذرة الخير إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى وصالح في نفسه ولكن نريد أن نتعدى هذا الصلاح إلى الإصلاح وعدنا الله سبحانه وتعالى بألا يضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا لا نضيع أجر المصلحين سبحان الله إنسان يجتهد ويبذل الجهد في إصلاح الناس ويأبى الناس ترفضه الناس وأحيانا كما أذكر دائما نحاول أن نلوي نصوص الشرع ونترخص حتى نرضي الناس فلا يرضهم فلحن نرضي الله سبحانه وتعالى فيما نقول أو نفعل طبعا هناك أخطاء أخطاءنا في ضعفنا البشرية أو لسوء فهمنا أو لقلة علمنا ولكن النية تكون صالحة لله سبحانه وتعالى ولا نترخص إلا فيما رخصه العلماء ولا يعني نلوي النصوص لا نرضي الناس لا نفعل أشياء من أجل أن يأتي الناس إلى المسجد سيأتي بعض يعني يوم القيامة حديث النبي عليه السلام يأتي النبي معه الرهد معه الأمة كبير عدد كبير ويأتي النبي معه ثلاثة ويأتي النبي معه اثنان ويأتي النبي معه واحد ويأتي النبي وليس معه أحد تخيلوا نبي رسال الله سبحانه وتعالى ويدعو الناس ولا يؤمن به أحد وظيفة النبي عليه السلام مع فرق التشبيه يعني كأنه ساعي بريد هو يوصل الرسالة إلى الناس قرأها الناس طبق الناس ما فيها ليس هذا من شأني إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء لكن وظيفتك التي ستسأل عنها يوم القيامة هل قمت بتوصيل الرسالة إلى من أرسلتك إليهم هذا هو المطلوب لكن ليس المطلوب مننا أن ندخل في قلوب الناس ونغير قناعتهم وبالتالي لا نلوي نصوص الدين ولا نغير الدين ونقف مع الحق حتى تكون صالحاً يجب أن يكون لك موقف مع الحق في كل الأحداث سواء أحداث اجتماعية وأحداث سياسية وأحداث اقتصادية اختار الحق قف مع الحق وإن لم تستطع أن تقولك كلمة الحق فلا تصفق للباطل في كل الأمور الحق أحق أن يتبع الحق أبلج والباطل ولجلج هذه الأمور من الأمور الهامة التي نضبط بها عقلنا وقلبنا حتى نستطيع أن نقوم بعملية الإصلاح ووعد الله سبحانه وتعالى المصلحين بعدم الإهلاك وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون قد يكون هناك فسدون في هذه القرية أو هذه البلد لا بأس الفساد والشر موجود دائماً بس ما دامت ولكن ما دامت هناك عملية إصلاح يحفظ الله سبحانه وتعالى القرية من إيه؟ من الهلك ما دام هناك طائفة قائمة على الحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بعملية الإصلاح ستأمن هذه القرية وتأمن هذه البلدة وتأمن هذه البلاد من إهلاكهم بل عطفهم الله سبحانه وتعالى على نفسه فضلاً وتكرماً على الصالحين ومن المؤمنين في الدفاع عن خير المرسلين صلى الله عليه وسلم وخير الصالحين وخير المصلحين صلى الله عليه وسلم في قوله إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير تخيل حينما تكون صالحاً أنت مع عظمة الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء أنت في هذا الموقف في الدفاع عن نبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى ومع جبريل ومع الملائكة أي فضل أعظم من أن يسعى الإنسان أن يكون صالحاً حتى استهت من النبي صلى الله عليه وسلم في عملية الإصلاح ببعض الكذب يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أو مكلثون بنت عقبة بن أبي معيط رضا الله عنها قالت سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا يعني شوف تخيل أن الإنسان حينما يكذب الكذب كبير شيء بشع وشنيع ولكن الإنسان المصلح أحياناً رجل صديقان مختلفين فيأتي الرجل والله يقول عنك خير والله يحبك وأنت أحياناً تكذب أو تبالغ في الأمر رجل وزوجته أحياناً المرأة تريد يعني أجوبة صارمة صادمة هل تحبني أحياناً رجل يكون غضبان من زوجتي هل أرضيك أحياناً لا ترضي والعكس صحيح تسأل يسأل الرجل زوجته هل تحبينني والبيوت لا تبنى دائماً على الحب لذلك ربي صلى الله عليه وسلم قرن المودة والرحمة فهذا الأمر رقصه الله صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بعملية الإصلاح وفي رواية لمسلم زيادة ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث في الحرب وإصلاح بين الناس وحديث الرجل لمرأته هذا الفضل العظيم الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم نبدأ هذه العملية العظيمة وهذه الصفة وهذا الفعل الإنساني من الصلاح والإصلاح اللهم اجعلنا من الصالحين وجعلنا من المصلحين اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المصلحين اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المصلحين اللهم اصلحنا واصلح بنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا وعلمنا وعلم بنا اللهم يا رب العالمين نسألك في هذا الشهر العظيم ان تغفر لنا ذنوبنا وان تكفر عنا سيئاتنا ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو أن تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو أن تحب العفو فاعفو عنا اللهم أعطق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا رب العالمين أنصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان وكن مع إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى اللهم كن مع إخواننا في كل بلاد المسلمين اللهم كن معهم وأيدهم وانصرهم وارزقهم وارفعهم واجبرهم يا رب العالمين اللهم نسألك قلوبا تقية من الشرك نقية لا جافية ولا شقية اللهم نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمر نقرب إلى حبك اللهم أصلح قلوبنا وأصلح عقولنا وأصلح أجسادنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سد الدين عن المدينين اللهم آت كل واحد منا سؤله في مرضاتك يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ورحمكم الله